ليش ما تدخل خزينة الدولة غير إرادات النفط وإرادات بسيطة غير النفطية حقيقة حتى إرادة النفط الأخرى شوف أكو إرادات بيع نفط خام تدخل أكو إرادات نفطية ما تدخل يعني أحضر بلك مثل يجوز الصدقة وما الصدقة العراق يوميا يوميا قرابة المليون برميل صفي يأخذها بسعر 7 دولار تأخذ المصاف العراقية اللي هي مقسمة حقيقتين حتى تكون بالدقة يعني العملية مقسمة إلى ثلاث شركات مصاف الشمال والوسط ومجنوب الصمود كاركوك الصينية كيسك حديثة قيارة دولار كل واحد يأخذوا مليون مليون شوية مليون برميل على 7 دولار زين يصفوا وأستاذ داود يجاءوا بحقيقة أقل برميل نفط بعض التصفية جماعة ما أقول لك 300 و 400 دولار قول 200 دولار قول مصافينا قديمة زين يابا مليون برميل في 200 دولار فيما يقارب 360 يوم نتحدث عن إرادات تصل إلى أكثر من خرابة 50 40 مليار دولار هذا مو أكثر يا جماعة هاي إراداتنا في أخرى هذا الملف أنا فتحته قبل أربع سنوات قبل أربع خمس سنوات أنا فتحت هذا الملف وإلى الآن ولا واحد يسولف به فعلاً أكو 30 استاذ داود شاركنا هذا الحديث هاي الأموال اللي بالمصافي التلافة حتشينا حتشيته نبهته من يراقب هاي الأموال وإنفاق الأموال وبالتالي واردات هاي الأموال هاي المنتجات تذهب للمالية تروح إلى الوزارة أم هي شركات رابحة بصراحة بحكومة العبادي استغلنا على هذا الموضوع جبنا القراءات من وزارة النفط أنطدنا تقريباً معدل 600 إلى 650 ألف برميل يومية يوردون إلى المصافي العراقية من قبل شيء من الإنتاج اي المصافي العراقية تأخذ موازنة تشغيلية من الموازنة المركزية بالرواتب وبالمواد الأولية لغرض صناعة المنتجات النفطية يعني تعرف أنها تدخل مواد مستوردة لأغراض التصفية فأجينا تفاجئنا أن هاي الأموال كانوا بـ 7000 دينار ماكو دولار يعني بالتعامل يعني النفط تبيع الإنتاج يبيع للمصافي بـ 7000 والمصافي تبيع كانت بـ 13 ألف البرميل بعد تكرار تكريره لشركة توزيع المنتجات النفطية شركة توزيع المنتجات النفطية عندها كان مسارين بالبيع مسار محلي تبيع به النفط والغاز وإلى آخره من منتجات الغاز أويل وإلى آخره وأكو منتجات أخرى لا يمكن ما بيعها بالسوق المحلي اللي هي الـ VR النفط الأسود اللي تخرج من المصافي هاي كانت تبيعها باسم تصدير يعني هاي تصدر كانت زيادة فتبيعها بطريقة وفي أخرى كانت بها غبن كبير بالأسعار يعني استفادت شركات معينة يمكن قيوان ومقيوان إذا تتذكروا الشركة العربية تتذكر أنت فتحت أكثر من ملف على أي شركات شركة العربية وغيره وغيره أربع ملفات تذكره الفرق أين يروح الفرق أين يروح بين السبعة وبين الثلتة والفضلات مالك المنتج اللي تصدر مبالغها وين دا تروحي تصدر أنا فلوس هي أم